موسيقى في العام 2016 قد اتقدت الحكومة القرارات التقشفية التي باتت تعرف بالقرارات الستة عشر والتي من ضمن بنودها عملية تطحير الملفات القاصة بالموظفين وان املية تطحير الملفات تعد من القطوات الصعبة مما اجبرت الحكومة الى التعامل مع مكتب دولي متخصص في المجال من اجل مراجعة ملفات الموظفين وقد قفقت الحكومة في ذلك وبدع الامل منذ سبعة اشهر من الان وبناء عليه قمنا بذيارة تفقدية من اجل التعرف على طبيعة عمل المكتب والصعوبات التي تعطل طريقه وقد اكمل المكتب حتى اللهظة مع نسبته ثمانين في المائة من الامل وقد تبقى عشرون في المائة من المهام وقد تم الاتفاق على الانتهاء منه خلال شهرين من الان وهناك صعوبات حقيقية لاحظناها لا سيما واننا في تشات ليس لدينا ارشيف لحفظ الملفات ورغم اننا قررنا العمل على الملفات الممتدة من العام 1996 وحتى الام 2016 اي خلال عشرين عاما واننا وضعنا في الاعتبار فقدان الملفات اما بسبب الضياء او التلف وقد وضعنا القطة اللازمة للتعامل مع ذلك عبر توجيحات صريحة وذلك باختار الوذارات المعانية من اجل مخاطبة منتسبيها من اجل احضار الوثائق المطلوبة لإكمال عملية التحقيق التي يقوم بها المكتب وفيما يقص العمل فاننا في الفترة من الام 1996 وحتى الام 2016 قد تم التوظيف ما يقارب الستين الف من الامال لذا بات الامل الان يصب جله للسعي نحو تغفيد الاعباء الثقيلة الملقى على عطق الدولة وذلك بالتخلص من الملفات المذورة وكذا التعرف على العدد الفعلي للعاملين مما يساهم في عملية ترشيد ميزانية الدولة